علي أن عمر يقدر يؤدي أحسن من جديد لأنه اللي شفناه قبل لا يستغطبون النادي وكل اللاعبين اللي يوم تستغطبهم تستغطبهم بناء على أنه كان لعب مميز ولكن أحياناً يعني مثلاً عمر شارك يمكن في آخر مبارتين لأنه ما كان يشارك شفنا في مبارات شباب الأهلي كيف فرق يوم لعب يمكن خروجه في مبارات الوحدة وزعلة زعلة على نفسه لا أعتقد أنه هناك في شيء بينه بين مدلبة ولدارة ولكن ما تحصل اليوم أساسي بعد ثلاثة واربعة أيام فعلشان يعتقد المدرب اليوم زج في كل اللاعبين يمكن أحد الفوارق اللي يجب أن نعترف فيها مفاتيح اللعب عليه في ثمين مع كل احترامي لجميع اللاعبين كاكو وانزيلي يبقى رحيمي لعب مؤثر يبقى لابا هداف لكن مفاتيحك في ثمين بندر وارك نكون واقعيين في نادي العين هم هائلة مفاتيح اللعب مفاتيح اللعب افتقدها العين في مبارات الوحدة السؤال ليش ليش شو السبب أنت حرام يعني فيه نذار أو صابة أو شيء من هالقبيل أنه ما لعبه نذارات نذارات عندنا نذارات يعني هذا جانب يعني خدوا أن الاثنين يأخذون الانذارات في وقت واحد فأعتقد أنه كانت كانت صعبة على نادي العين عشان تعوضهم بقيمتهم ممكن تلاعب أي لعب ولكن بقيمة بندر ولا بقيمة أرك والدليل مبارات اليوم من هو اللي سجل وصنع اليوم لصانع بندر وارك من قلل مقيمة باقي اللاعبين ترجمة نانسي قنقر